برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة وتشجيع من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي كشفت اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية عن تفاصيل وملامح الطواف الذي أصبح أحد أهم العناوين في عالم الدراجات والسباقات على المستوى الدولي وبحسب ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بجزيرة العالم في الشارقة حضره الشيخ صاجر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعدد من رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين فإن الطواف سينطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ويستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر ويقطع المتسابقون مسافة 378.2 كيلومتر على مدار أربعة أيام من الطواف الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي للمرة السادسة على التوالي ترجمة نانسي قنقر